اتفقت فرنسا وألمانيا على تطوير جيلا جديد من المقاتلات الأوروبية لتحل محل الأسطول الحالي من مقاتلات البلدين في خطوة وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ثورة في علاقات الدفاع بين البلدين وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية بعد محادثات بين المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وماكرون في باريس أن البلدين الشركين يأملان في وضع اللمسات النهائية على خارطة طريق مشتركة بحلول منتصف 2018